مرد الكبد في شهر الصيف وإيه أكتر النصائح اللي ممكن نقولها لهم إضافة إلى شرب الماء والاهتمام بنظافة كل شيء مرضى الكبد سواء مرضى الكبد الفيروسي بي أو سي أو اللي عندهم شوية تلايف في الكبد أو عندهم استسقة أو رجليهم أو إيديهم أو جسمهم بيورم من اللي لهم إبعادوا عن العرق السوس لأن عرق السوس من المشروبات الملطفة للجهاز الهضمي ومشروب قلوي جيد جدا للناس اللي عندهم حموضة لكن بيخزن مية زيادة في الجسم ومريض الكبد ومشكلته دايما مع تخزين المية فنقول لهم إبعادوا عن العرق السوس غير كده اشرب اللي انت عايزه ابعد عن الشاي ابعد عن القهوة الكتير ابعد عن النسكافيه ابعد عن مشروبات اللي فيها الكولة الكتيرة لأن دي حتخليك تدر بول كتير وأغلبهم بياخدوا مدرات للبول هتجيب له حالة جفافة نعم تجنب أو توخي الحذر في تناول الخضروات النيئة الخضار الني خلطة خلطة الخضرة لازم تتغسل كويس قوي بالمية لازم ياريت نجيب البرمنجانات موجودة في الصيدليات وننقع أو ننقع على الأقل الخضار في مية بخل علشان ينظف أي توفيليات أو بكتيريا موجودة على سطح لإيه الخضار أنا كنت سمعت معلوه دي عشر دقائق تقريباً يا دخش عشر دقائق على الأقل لأن إحنا عندنا طفيل الأميبة ده بيبقى موجود أحياناً في المية الملوثة بالبراز الأدمي وبيبقى موجود على الخضرات النيئة طفيل الأميبة بيعمل إسهال وأحياناً دمه مخاط اللي هو الدزومتارية عندنا حاجة اسمها الفاشيولة أو الدودة الكابدية الدودة الكابدية أحياناً برضو تبقى موجودة في البراز الأدمي فلو اختلطت مية الرأي بالبراز الأدمي تلوست الخضروات بالبير تبقى موجودة في الخص والجرجير موجودة في الخص والجرجير بالذات الخضرات اللي بتتروي جنب الترع أو جنب المصارب فلازم نقل لأن الدودة دي خطيرة جداً البوايدة بتاعتها بتمشي من الجهاز الهضمي بتوصل قناة الكبد وبتسد ساعات القناة المريرية وساعات هي نفسها توصل للكبد وتعمل خراج في الكبد فلازم نتوقع الحصر في تناول الخضروات النيئة بالسعاد